بنت تخاف بوها وبنت تحشم من بوها تحشم على أصلها بنت هذه اللي تخاف ما دام سلطين عليها المراقبة ما تخرجش الطريق بس صح تسيب لحظة خاشية خايفة فقط لحظة كي تخرج تخرج يموت البو يهسافر يغفل يمرض ما تبقى لاشي القيوة ينهك يغيبوا الأخوة جاءت لوكازيون لأن لا لأنها كانت محافظة على العفة التاحة خوفا مش شي حياء أما مراري فيها الحياة تقول أنا أنا يضحك عليها أنا بنت فلان أنا جدي فلان أنا بنت دور فلاني أنا والدي طلبة أنا والدي شرفة أنا والدي سبحان الله أنا عمي فلان أنا أخويا فلان إلى آخره يا أخت هارون ما كان أبوكي مرأة سوء وما كانت أموكي بغية ذكروا لها ثلاثة أخوها وأبوها وأمها هاو حشمي حشمي لهذا عندك أخوك يا أخت هارون ما كان أبوكي إذن سلوك المرأة يعكيسوا قيمة أمها قيمة أخوها وأبوها وأمها لأنها مراري خارجها هذه يا أخوات الإيمان هذو قيمة يشاركوا في تربيتها ويدلون بدلائهم في عفتها وفي نقائها وطهرها وفي تربيتها على احترام عصليها احترام الآخ ما تدنساش ما تردهش يمشي وحاط طراصة ومذلول في وسط الناس وطيح له رجلته واحترام الأب من باب أولى واحترام ذيك الأم لصهرت وطابت وبكات ونصدت وناضت نص الليل واجرات في المستشفايات وأن من أنتها وهي تضعكي يا بنتي ما تلحقيها شلو كانت خدميها قاعد ضار فهذا هو الفرق بين من يتركوا هذه المعاصي حياة وبين من يتركها خوفا إذن إحنا شان ديره الرب ولداتنا وبنياتنا على الحياة مشي على الخوف من ربهم يحشموا مننا ويحشموا على عرضهم ويحشموا على أصلهم مشي خافوا مننا مشي تعخوف شكرا